كما صعد العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز احتجاجاتهم المطالبة بصرف مرتبات زملائهم في الجامعة التي تم إيقافها من قبل عمادة الكليات ورفع المحتجون في وقفة أمام مبنى المحافظة المؤقت شعارة تدين إيقاف مرتبات زملائهم وتأخير تسوية أعضائهم كما أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في جامعة تعز في بيان الوقفة على ضرورة إلزام قيادة الجامعة بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس لصيانة كرامة منتسبيحة ودع البيان كفة متسبي جامعة تعزل الوقوف إلى جانب زملائهم لتصحيح مسار العلاقة بين قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وكفة مكونات الجامعة ألا يكفي ذلك دافعاً أن نطالب بتغيير رئاسة الجامعة وطاقمها المعروف للجميع تلقي القيادة التي تحدثنا كثيراً عن مخالفتها ورميها للقوانين عرض الحائط وانتشار الفساد في عهدها بصورة فقة ذلك الفساد الذي يجعل الحديث عنه اليوم في ظل امتهان وتقويع أعضاء هيئة التدريس ومحاولة مسح الشخصية الأكاديمية مقرد هرضاقات اشتركوا في القناة